يعني هل أصبحت يعني أو أصبح الحديث عن إمكانية إرساء سلام في المنطقة سواء سلام اقتصادي والأفكار التي كانت تتردد قبل العدوان الإسرائيلي على غزة هل أصبح كل ذلك من الماضي أو على الأقل يعني سيبتعد كثيرا لسنوات نعم سيبتعد كثيرا ولسنوات قادمة لا نستطيع يعني أن نقرأ المستقبل بشكل قاطع لكن كل المؤشرات تقول أنه ما جرى في قطاع غزة تحديدا نحن شهدنا حرب إبادة جماعيا نحن رأينا بالصوت والصورة جرائم ترتكب يشاهدها العالم أجمع ودولة محصنة استثناء من القانون الدولي استثناء من الشرعية الدولية لا يستطيع أحد أن يوقفها كل الجهود التي بوزلت من كل دول العالم بما فيها دول مثل جنوب أفريقيا التي ذهبت إلى محكمة العدل الدولية وحاولت أن تنفذ القرار بحماية المدنيين بالتأكيد لم تحترموا إسرائيل قرار المجلس الأمن اليتيم الذي لم تعترض عليه الولايات المتحدة بهدنة إنسانية لم تحترموا إسرائيل هذه المجازر أثرت بصورة عنيفة لدى قطاعات من الشباب ومن الرأي العام في العالم العربي كانوا بالنسبة لهم القضية الفلسطينية ربما جزء من التاريخ نحن الآن نؤسس لمرحلة جديدة قائمة على السلام والتعايش وجاءت حرب غزة ونسفت كل ذلك الشيء اللافت أنه يعني كما قيل أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تعبأ بذلك وهذه هي المشكلة أنها لا ترى أنه هذا العالم العربي أو هذه الأجيال الجديدة من العالم العربي لا تعنيها في شيء أن تكرهها أو أن تلفظها أو أن تتعامل معها برفض كامل وتعيد إنتاج مقولات تصورنا أنها تراجعت أو اختفت كل ذلك في الحقيقة أصبح واقع ولا تفكر الحكومة الإسرائيلية الحائلية للحظة أن تقول أننا سنكون جزء من هذه المنطقة مطالبين أن نتعايش مع شعوبها على الأقل إذا اختلفنا في مجال السياسة وفي التوجهات السياسية أن يكون الصراع صراعا سياسيا صراعا دبلوماسيا لا أن ترتكب جرائم بهذا العنف بهذا العنف وتكررها مرة أخرى في لبنان من هنا أنا أعتقد أن المشهد في الحقيقة قاطم للغاية لأن كما قلت نحن أمام حكومة تلغي الطرف الآخر هي لا تميز حتى بين معتدل ومتشدد بين ممانع ومعتدل كما كان يحدث مع كل الحكومات الإسرائيلية بما فيها حكومات الليكود اليمينية هي تكره الجميع هي تلفز الجميع هي لديها روح إقصائية واستئصالية تجاه الفلسطينيين والعرب بكل تنوعاتهم وهذا بلا شك سيصعب وسيجهد أي محاولة للحديث عن السلام على الأقل لجيل قادم الحديث عن السلام ومسألة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ربما أخذ جانبا كبيرا من اهتمام الجميع في الفترة الماضية لكن إعلان القيادة السعودية عن رفضها التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع إلا عند قيام دولة فلسطينية مستقلة هل كان هذا الموقف ربما يعني يؤسس لما نحن نعيشه الآن لما يمكن أن نعيشه في المستقبل القريب من تدهور العلاقات ليس فقط بين إسرائيل والعالم العربي ولكن بين إسرائيل وحتى محيطها الإقليمي نعم يعني هذا التصريح كان من أكثر التصريحات وضوحا هذا التصريح كان مثل حدا فاصلا بين كلام ولغة كثير طوال الفترة الماضية وهو امتداد لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة في 2002 فكون هذا التصريح يأتي في هذا الوقت أنا في تقديري أنه حسم الأمر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا بدولة فلسطينية مستقلة وأيضا بني عليه تصريح وزير الخارجية السعودي في أهمية أو في المطالبة بتأسيس تحالف دولي لبناء الدولة الفلسطينية هذا التحالف سيكون أيضا أمر في غاية الأهمية إذا استطاع أن يفتح قنوات اتصال مع دول مهمة في المنطقة يتواصل مع تركيا مع جنوب أفريقيا مع أمريكا الجنوبية حتى مع إيران ومع أطراف كثيرة في المجتمع الدولي وفي أوروبا التي احترفت به الدولة الفلسطينية الآن كل هذا نحن في حاجة إليه لممارسة قدر هائل من الضغوط السياسية والمدنية لأنه مقتنع أنه في النهاية من سيستطيع أن يحقق الانتصار الحقيقي على إسرائيل سيكون في الساحة المدنية والسياسية والقانونية وإذا اضطررنا إلى في بعض اللحظات لوسيلة المقاومة المسلحة هذا يجب أن يكون بشكل استثنائي لأن كل حركات التحرر في العالم اعتمدت بشكل أساسي على خطاب سياسي وعلى الدفاع عن حقها الأخلاقي والقانوني في الاستقلال والحرية وإذا اضطرت لحمل السلاح فلتحمل السلاح لكن لابد أن يكون أيضاً هناك خطاب سياسي ومدني يدافع عن هذا الحق نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر